عالية بتتصل بجواد وبتشوف وصل لحد فين في موضوع في وكمان بتقول النباس المنهار جدا ومش عارف يعمل ايه وبيبكي على في في بتتحيل على اوس ان هو يسبها لكنه ابدا مش عايزي سبحها مش بس كده ده تجن الرسمي راح وعلق حبال علشان خاطر يعني يموت هما الاثنين هما الاثنين يعني حيموتوا بالحبال دي علقها زي المشانق كده ملايه ان البنات قاعدين مع طلال طلال طبعا كلامه زي الدبش بالزبط بيرمي طوب عمال بيقول شوف ابوك لا يكون مات بقاله كتير نايم انتوا عادين كده لك اني العالين في جنازة لاني دقلت له الملاف الساعد انت في اي مالك وارد قلت له احنا مش نقصينك على فكرة قال انا غلطان عشان سيبت شغلياني وجيت لك وقعدت معاكو سامير بيقوم ان النوم بيقول اللي بيحصل لي ده انا بنام كتير جدا كده لطبعا البنات بيدلوا مهدئات علشان خاطر يعني ما يحسش بغياب فيه اول ما صحي سأل على فيك العاد قالوا ان هي نايمة قال طيب انا حطمن عليها قالوا لا لا ما تدخل لهاش هي تعبانة وعايزة تنام وسهرت كتير مع اصحابها معليش يسيبها دلوقتي فسابها هو طبعا فاكر ان هي نايمة بعد كده منشوف ان عليا بتتكلم مع واحدة بتقولها ان في صحفين عايزين يكتبوا عنك او حاجة زي كده زعايت وقالت لا طبعا بحدش يكتب حاجة عليا من دايقة ومخنوقة ومش عارفة تعمل ايه بتقول ان او سيتغبي ان هو ايا من حركة زي دي طبعا جواد اصلا مش معاها وبيحاول ان هو يلاقي فيه بقي شكل الاشكال جواد بيروح علشان خاطر يكون مع سامير لما يعرف اخبار فيه كلمته نادى علشان ييجي ويكون معاهم وبعد كده بييجي وبيتطمن على حالة سامير وبيقسلوا الضغط كمان البنات في المطبق بيعملوا حاجة يشربها وبيقولوا ان لازم نقول لبابا دلوقتي عايزين لي مهد له اثناء ما هم قاعدين جات علي علشان خاطر تتطمن فسامير بيقول لها معلش انا كنت تعباني النهاردة وما جيتش علشان خاطر يعني اخدم عندك علشان انا تعبان شوية يعني قلت لأ طبعا ازاي اقولك حاجة زي كده واخصبك انك تجدش تغل عندي وابنتك مخطوفة قال ايه مخطوفة طبعا علي قالت بسلام اثنية طبعا ما كانتش تعرف فطبعا سامير سائد حالته وجواد كان معا والبنات طبعا اول ما شافه الواطع انصدموا علي تكلمت مرة واحدة وعرفته على طول وكان هم عايزين يمهيدوا الموضوع او ستجنن عمل الحبال وخلاص هيموت هو وفي بتقول له سيبني حرم عليك مفيش حاجة حصلت بيني وبين دكتور جواد انا هروح دلوقتي يعني ممكن اواجه دكتور جواد وابوك زي ما شافنا احنا هضنين بعض احنا مفيش حاجة بيننا والله العظيب قال لها لازم نموت انا وانتي ما تقلق ايش انا تلك الاول با كده قلت النفسي قالت له لا استنى بس انا اقولك على حاجة اه ما تتجننش انت مش وحش زي باباك انت كويس انت كويس وخير زي امك امك كانت دايما كويسة فاكرها قال ايوة طبعا فاكرها وملي ماتت عشان قطر طيبة وانضربت من ابويا وعاشت ايام كتير صعبة قالت له انت زيها انت بزي ابوك انت انسان كويس تعرف انا عملك اللي انت عايزه مفيش اصلا حاجة بيني وبين جواد تعرف لو نزلتيني دلوقتي احنا هنعيش مع بعضي تاني اوس حبيبي قال لي حبيبي قالت لأيوة طبعا طبعا انت حبيبي مال ايه انت روحي مفيش حد في حياتي طبعا غيرك اكيد فكري دلوقتي عشان خطري فانا فلو فكتني هنكون مع بعض وكمان هنتجوز هنعيش سوا طبعا ان هو سدق الكلام ده ومرضش ان هو يعني يقتلها واخدها في حضنه وهي كانت خايفة جدا وعملت الحيلة دي عشان تخلص من الموضوع اقتلها سبي رقعت في المخفر بيقول للظابط انا كتير اتكلمتي معاه لكن ما كانش فيه فايدة ابدا انا خايف على بنت ياريت ترجعها لي تمانه الظابط وقال له ان شاء الله خير مش هيحصل لها حاجة حنعرف مكانها فيه وحنجيبها جواد قال له كلبني في اي وقت انا صاحي بينما في بنات كتير وستات بيواسوا بنات اخوات في راحل لهم بيقدروا ان شاء الله فيها حترجع ورد بالضايقة طبعا بعد ما مش بتقولوا ما جاينا عشان يشماتوا فينا ولا جاينا عشان يعرفوا اخبرنا نانت قلت لها برحة اهدي شوية عادي دو الناس جاني وسونة اصلا انت السبب انت اللي قلت على مكان بتاع في رفقت لها ايوة انت ليه بتقول له اصلا عن مكان اختي رحصل لها حاجة انت السبب بفضلوا يعياته كلهم نادا وورد وكمان في او سفاكي في صدق كلامها قعدوا مع بعض على الارض بتفكروا بالذكريات بتقولوا فاكي لما كنا صغيرين لما كنت بتحبيني لما كنا اطفال وكنا بنحب بعض قال لها ايوة طبعا فاكر ايام دي قالت لبس انت ليه ما كاملتش دراستك كم ممكن تكون حاجة قال لانا ما كاملتش دراستي عشان خاطر انا كنت مشغول بيك جدا وكنت دايما في دماغي طبعا بتجذب عليه وهو مصدق وقاعد جنبها وممسوط قالت له هنتجوز وهنخرج منها عند المحكامة على طول عشان يتجوز على فكرة علي قاعدة حطى العشاء ملهج نفس بتقول لي رحبشي للاكل بس الكمان مش في راضي انه هو يأكل جواد موجود مع البنات بيسألهم لو تعرفوا حد تاني صديق لأوسي يعني نروح لدلوقتي ونسأل عليه قالوا ايوة طبعا راحوا للراجل دا قال لي لني أوسي ما كانش يعني كويس او في الشغل وكان دا من المدير يشتكي منه ما كانش ليه في الشغل يعني وقالت كمان على مكان كده كان بيشتغل فيه فطبعا المكان دا ممكن يوصله من المكان اللي فيه فاي فاي بتقول لأوسي فكيني انت ليه رابطني انا ايدي وجعتني وتعبانا وعطشانا وبردانا كمان مجال قطر فكيني احنا خلاص ممكن نتجوز على فكرة قال ازاي يعني انا لما كنت بره شفت الشرطة اكيد ابوك يبلغ عني ودلوقتي حيمسكوني قالت لأ امان هقولهم ان انا كنت معاك بقراتي انا كبيرة ورشدة يعني وبلغة هقولهم ان انا كنت معاك يلا عشان خطل نروح المحكام ونتجوز على طول فكيني ايدي وجعتني طبعا كان بيفكر وفي نفس الوقتي خايف جوايت بروع على البيت وبتقوله لم اياه ما ينفعش الكلام ده سايب شغلك وسايب حالك وبتدور على البنت دي قال لها امي انت عارف قويس جدا ان البنت دي بالنسبة لي حاجة مهمة جدا فما ينفعش تتكلمي عنها بالشكل ده قالت له ما ينفعش انت كمان تتكلمي عنها بالشكل ده وسبت ومشت يا متع الصباح دايمر بيحاول ساعة جواد قال له على الاماكن المعينة اللي كانت بتمر منها العربية بتاعت اوس وكمان المكان بتاع الكاميرات والمكان اللي ممكن تكون موجودة في العربية دي عشان قطر يقدر يعني يوصلوا للعربية وقال له الطمن ان شاء الله هترجع على خير البنات قاعدين في البيت مش عارفين يعملوا ايه القب كمان قاعد بتوصل رسالة رفيف من تامر بيقول لها انا عرفت موضوع اختك لو عايز اي مساعد انا ممكن اساعدك وارد قتل اميلي بعتلك رسالة قلت لها لأ عادي دي رسالة كده من بتوع الاتصالات يعني رسالة عادية من شركات الاتصالات وبعد كده ردت على تامر وقالت له شكرا كتير بتحول في تخلي اوس ان هو يفكها وبالفعل فكها وقالت له من بكرة ان شاء الله هندروه علشان خاطر ان احنا يعني نتجوز بينما جواد عايز ايه من اي حاجة وبيفكر في كل اللي حصل في كلام وارد وفي كلام الزابط وفي تفريغ الكاميرات عايز ايه وصل لأي حاجة توصله لفي وبالفعل بيمسك التابلت وبعد كده بيشوف الاماكن اللي موجودة على التابلت بسيطة الخريطة اللي قال له عليها تامر بينما من لايه بعد كده فيه رجل وست جايين يخبطوا على الباب وبيقولوا ميدي اللي موجود هنا جوا المفروض ان البيت ده ما فيهوش حد اكيد فيه حرامي كان عايزين يطلبوا الشرطة اوس بيخرجوا لهم بيقول لهم انتوا عايزين ايه انا قريب الراجل صاحب البيت على فكرة بعد كده بتيجي في من وراء اوس وعايزة تخبطوا بحاجة فشافها ويعني زقها كده وطبعا الراجل والست الكبار في السن لما شافوا فيه يعرفوها لان ناس كتير بلغت عنها وموجودة كمان في نشرة الاخبار وفي مواقع السوشال ميديا مطلوب ان هي مخطوفة فمطلوب ان هي اي حد يعرفها يرجعها على طول جواد بيفتكر المكان اللي ممكن يكون راح فيه اوس المكان اللي كان شغال فيه مع صديقه فراح لصديقه وسأله عن القرية او الضيعة اللي موجود فيها المكان اللي كانوا بيشتغلوا فيه بالزبط والعلمان بالزبط فقال له على المكان الست والراجل اللي جم عارفو وعارفو ان هو خاطف فيه وان فيه ظهرت في النشرة وان قالوا ان هي كمان استلمت جايزة فخاف على نفسه ممكن يبلغوا عنه فاخدهم وحطوهم جوا وحط برضو عليهم الحبال على ايديهم ونجليهم فضل يقول له يا ابن فكين احنا كبار في السن لكن ما اسمعش الكلام بينما بعد كده جواد بيكلم الشرطة بقول ان هو عارف المكان انه ممكن يكون متواجد فيه اوس المكان ده في ضايع معينة وفيه معاه العموان بالزبط فقال للشرطة والشرطة قالت ان هي حتبعت دورية علشان خاطر ترجعهم ويدوروا على فيه هناك فهي بتتحايل على اوس يفك الناس دول لانهم كبار في السن وما لهمش زنب في حاجة بقول له فكهم وانت حسابك معايا انا قال له يا خراسي خالص مش عايزة اسمع صوتك الست وراجب ايه احنا تعبانين وعندنا الضغط وعندنا السكر حرام عليك تعمل فينا كده كمامهم على طول وحط اللازق على بقهم علشان ما يتكلموش وكمان على بق في علشان ما تتكلمش قالت له فكيني طب فك الناس وخليهم يمشوا انت مشكلتك معايا لكن ما فيش فايدة عليها بتروح لباسي بتلاقي بيبكي مش عايز ينام عايز فيه ترجع بتطمن ان هي ان شاء الله هترجع لكن رافض الاكل ورافض النوم عايز فيه ترجع على طول بعد ما يعرف ان هي مخطوفة كان خايفة عليها قالت له تعالى نام وان شاء الله هترجع بكرة ودأت ان هي تهدي قالت لغمض عينك ونام انا عايزك بخير دايما قال لها انا هكون بخير لما ترجع فيه وبالتام جنبه على السرير وبعد كده بنشوف اللي جواد بيقول تحملي شوية فيه انا جارج دلوقتي حالا كان متأكد ان المكان ده ممكن تكون موجودة فيه او سيزا المجنون بيقول ليه فيه امبسطت خلاص شفت اللي حصل بقيت انت البطلة وبقيت انتلي كاسبانا الجايزة وطلعت في الاخبار وانا المجرم طبعا الحضراتي مش لبعد صح لازم نخلص من حياتنا انت خالص انا هقتلك واخلص منك نهائي وكمان حموت نفسي جاب السكينة ناحية رقبتها فضلت تبكي كانت خايفة الست وراجل الكبار في السن كانوا شايفين المنظر وكانوا شايفين انه هو ممكن يقتلها فالراجل اغمى عليه مرة واحدة والست قالت له بسرعة الحق معي سكري ممكن يموت خذ بسرعة مفتاح العربية وهتمن بره من الشنطة اللي في العربية بتاعتنا هتلاقي فيها دوا السكري ابوس ايدك ممكن يموت في اي وقت ساعدنا فيه بتبكي الست بسرخ على جزهة جزعة مرمية على الارض وكل ده من تصرفات أوس أوس خلاص اتجنئ